الأخت أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تقول يعني أمهاتنا عندهم كلمات وإحنا قلدناهم وانتقلت إلينا هذه الكلمات تقول يعني ما الحكم الشرعي في مثله هذا تقول مثلا يعني كان يقولون سلمناك بيد الله هو وربه ينجاز وأيضا اليتيم اللي ما له أب له رب وشيء من هذا القبيل أم عبد الرحمن بارك الله فيك أولا تشكرين على هذا السؤال حيث إن كثيرا من الناس تعود على ألفاظ نقلها عن الآباء والأجداد وأحيانا ما يدري عن معناها وبعضها قد يكون ألفاظ شركية وبعضها بدعية وبعضها قد يكون مباح وبعضها قد يكون فيه إساءة أدم مع الله من حيث لا يشعر الإنسان ولا يقصد ذلك ولذلك أخت الفاضلة يعني أنت الآن كل اللي ذكرتيه في الواقع يتنافى مع ما عند المسلم من الإيمان بالله عز وجل وأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا يعني مثلا الآن شخص بينه وبين آخر مشكلة قال سلمناك بيد الله هو قصد حسن ما قصد سيء يقول يعني أنا وكلت أمري إلى الله عز وجل هو الأصل الإنسان من الأصل موكل أمر إلى الله وأصل الإنسان ضعيف وفقير فقر ذات وفقر صفات والله هو الغني الذي له الغنى المطلق والقوة المطلقة سبحانه وتعالى الإنسان إذا جاء في خصوم مع آخر يتوكل على الله ويعتمد على الله لأن الإنسان بنفسه ضعيف ولذلك قول بعض الناس سلمناك بيد الله يعني هذا محل نظر وإن كان القصد سليم كذلك أيضا هو ربه ينجاز كيف هو ربه ينجاز يعني الآن الخصومة بين شخص وآخر فلما ما قدر عليه قال خلاص هو ربه كذا لا يعني فيها شوية إساءة أدب والمقصود بأن الإنسان دائما يقول اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك يعني لا حول لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة إلا بالله دائما المسلم يعني يحمل هذه العقيدة ويحمل هذا الأمر بحيث أن أموره كلها معلقة بيد الله مثل قضية الآن اليتيم اللي ما لها أب له رب طيب وقبل لما يكون لها أب ما يكون لها رب مثلا أنا أعرف أن المعنى مبهذا لكن الألفاظ يجب أن تكون سليمة يعني الناس يقولون عن اليتيم اللي ما لها أب له رب الحمد لله هذا اللي يقصدونه لكن ينبغي أن الناس يبتعدون عن مثل هذه الألفاظ لأن فيها مشكلة كأن الواحد يقول طيب إذا مات أبوك إذن الآن يتولك الله عز وجل وهذا كلام خطير الله عز وجل هو ولينا هو ربنا ربنا يعني خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا سبحانه وتعالى وحافظنا هو الله